بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الخمسة المستوى الثالث شوبت الساعات المعتمد عربي مادة اقتصاديات مالية عامة وضرائب دكتورة ايمان السعيد احنا ما زلنا في الضريبة الجمركية اللي كنا اتكلمنا في البداية عن حاجتين فيها او جزئين اولا مفهوم وخصائص الضريبة الجمركية وسانيا ربط الضريبة اه ابتدينا عند ربط الضريبة واللي بتختار في الوعاء بتاعها باختلاف طرق تسليم البضاعة اللي قلت لك عليها طريقة فاس ف اي اس وطريقة فوب اف او بي وطريقة سي اند اف اه وطريقة سيف سي اي اف اه وخدنا الطريقتين الاولانين الف وبي اللي هي فاس وفوب في المحاضرة اللي فاتت وهنبتدي ان شاء الله نكمل طرق اه اللي تسليم البضاعة اللي هي طريقة سي اند اف اللي هي نمراجيم ودال طريقة سيف وهناخد طبعا عليهم تطبيقات عملية وتمارين تعال انا بقى نبتدي بتطريقة جيم عايزين نحسب وعاية دريبة الجمركية اللي المشكلة بتاعتها الحزبة بس عشان هنضربها في سعر الضريبة او معدل ضريبة وده بتدولك فراس التمرين علشان نحسب الضريبة الجمركية بسهولة الطريقة بقى سي اند اف ديا اللي اسمها قست اند فرايت اللي هي التكلفة والشحن يقصد بذلك تسليم المصدر البضاعة المستورد في ميناء الوصول مع تحمل المصدر تكلفة تحميل السفينة بالبضاعة واجرة الشحنة للبحري اللي هو النولون وفي هذه الحالة هنحسب وعاية دريبة الجمركية كما يلي تكلفة طبعا هم ثلاثة اجزاء زي ما قلتلك في اي حزب عندنا الجزء الاولاني تكلفة البضاعة مضافا اليها مصروفات التغليف والمشال والنقل من المصنع وبعدين هنضف لها مصروفات تحميل السفينة بالبضاعة النوع الاول من المصروفات اللي سمينا ايه من المحاضرة اللي فاتت وهنضف لها اجرة الشحنة البحري او النولون اللي هو هنسميها بي برضو من المحاضرة اللي فاتت هنضف ده كله كان هيبقى في الجزء الاول بينما في الجزء التاني مصروفات اخرى مستقلة هي حاجة واحدة بس اللي هي مصروفات التأمين البحري اللي هنسميها مصروفات سي يعني زي جيم كده يضاف اليها الجزء التالت اللي هي مصروفات تفريغ البضاعة بمناء الوصول لمصر هيديني اجمالي قيمة الصفقة او وعاية ضريبة الجمهوركية او القيمة لاغراض الجمهوركية اللي انا هستود اخر رقم وسلتله اضربها في سعر اه الضريبة الجمهوركية او معدل الضريبة الجمهوركية اللي هدولك فرص التمرين آآ مما سبق ممكن استنتاج ان طريقة التسليم سي اند اف آآ ظهرت فيها المصروفات المستقلة التالية اللي هي مصروفات تأمين البحري اللي هو سي اللي هو في الجزء التاني من من الحزبة بتاعتنا بينما ادريجة المصروفات ايه وبي آآ اللي هي مصروفات تحميل السفينة بالبضاعة ومس وقجرة الشحن البحري او النولون تمنى الجزء الاول بفاتورة المورد او المصدر آآ ناخد بقى اول تمرين معنا النهاردة بيقولك التمرين قامت شركة المستابل باستيراد عدد الفين وحدة من السلع عين بسعر الفين دولار للوحدة بسروط التسليم سي اند اف وقد بلغت المصروفات المختلفة كما يلي مصروفات التأمين البحري خمسمائة دولار مصروفات تفريغ البضاعة بناء الوصول لمصر خمس تلاف جنيه مصري المطلوب حساب الضريبة الجمهورية المستحقة اذا علمت ان معدل الضريبة الجمهورية عشر في المية وسعر التحويل للدولار عشرين جنيه اللي انا عايز اقوله لك وفكرك بي من المرة اللي فاتت قلته لك ان اي رقم موجود عندي بالدولار بحوله للمصري ولو هو بالمصري بسيبه زي ما هو في الحال اللي بتاعي واعمل الحزبة بتاعت ازاي بعمل الهيكل بتاعة الطريقة اللي هي مثلا في الحالة دي طريق سي اند اف وابتدي حوط الارقام بقى بتاعتها مع ملاحظة ان هو الداني هنا في رأس التمرين ده هو عدد الوحدات الفين وحدة وبسعر الفين دولار للوحدة يبقى هو الرقم ما ادهوش ليه مباشرا مباشرة انا اضطر ان انا ايه اضربهم في بعض عشان احسبوا يبقى الحل بتاعنا هيمشي ازاي الجزء الاولاني من الحزبة بتاعتي اللي هي تكلفة البضاعة مضافا اليها المصروفات ايه هو بيه اللي هي مصروفات تحميل السفينة بالبضاعة واقورة الشحن البحري الحزبة بتاعتي هتمشي ازاي الفين في الفين في عشرين جنيه للدولار اللي هو سعر التحويل للدولار آآ هيطلع معنا تمانين مليون حطناها هنحط بقى الجزء التاني مصروفات اخرى مستقلة اللي هي مصروفات التأمين البحري خمسمية في عشرين اداني عشر تلاف آآ جنيه آآ بعدين هنضف لها جزء التالت مصريف تفريغ البضاعة بمناء الوصول لمصر خمس تلاف جنيه هي بالجنيات حطناها زي ما هي لو جمعنا الارقام هيديني اجمال التقمص الصفقة او البضاعة هيديني اللي هي تعتبر وعاء الضريبة وهو ده الرقم اللي وصلنا له اخر السطر وصلنا له هو اللي هنحسب عليه الضريبة نضربه سعر الضريبة للدالك في التمرين آآ اللي هو آآ صادف في التمرين انه هو عشرة في المية علشان يديني في النهاية الضريبة الجمهورية المستحقة بسوعة الضريبة في السعر فطلعت لما ضربناها في سعر الضريبة عشرة في المية طلعت معايا تمانية مليون والف وخمسمية جنيه آآ بعد كده هو الطريقة الاخيرة معنا في آآ اللي هي طريقة سيف اللي هي سي اي اف اللي هي التكلفة والتأمين والشحن يقصد بذلك تسليم المصدر البضاعة للمستورد في ميناء الوصول مع تحمل المصدر تكلفة تحميل السفينة بالبضاعة واجرة الشحن البحري او النولون والتأمين البحري وفي هذه الحالة هنحسب الضريبة وعاية الضريبة الجمهورية كما يالي هنعمل ايه هم تلات اجزاء بس الجزء التاني اللي هو مصروفات اخرى مستقلة ما فهوش اي نوع من المصروفات المستقلة كلها بتطلع بناخدها من الجزء التاني في الحزبة بتاعتنا ونحطها في الجزء الاول المصروفات ايه وبي وسيها توقف الجزء الاول بالاضافة لمحتويات الجزء الاول الاصلية اللي هي تكلفة البضاعة المضاعة تكلفة البضاعة مضافة اللي هي مصاريف التغليف والمشال والنقل من المصنع هنضف لها بقى زي ما قلت لحضارتك آآ مصروفات تحميل السفينة بالبضاعة ايه? ومصروفات الشحن البحري او النولون اللي هو اه بيه. ومصروفات التأمين البحري. اه ده كله هنضفهم على بعض. ومصروفات اه الجزء التاني هتبقى مش موجودة كلها تسحبت وراحت عالجزء الاولاني. اه هنضف لها بقى الجزء التالت ده سابت معنا في كل الطرق. اللي هو مصاريف تفريغ البضاعة بمناء الوصول لمصر. عشان نوصل لاجمالي قمت الصفقة اه او البضاعة اللي هي وعاية ضريبة الجمركية او القيمة الاغراض الجمركية. طريقة ديا الاربع طرق. اه هي نفس الرقم اللي هو اخر سطر بنوصل له وعاية ضريبة الجمركية هو نفس القيمة لو هي بالارقام لكن اختلاف اه اه الجزء الاول والتاني دايما بيبدله مع بعض بعض المصاريف. بعضها بتبقى موجودة في اه الجزء التاني وبعضها بنسحبها من الجزء التاني ونرحلها الجزء الاول وده اختلاف ما بين الطرق في اه ترتيب الحساب او المصروفات بس لكن هي نفس الوعاء في النهاية بنوصل له بان اخر سطر هو الوعاء اللي وصلنا له نضربه في سعر الضريبة ادهالك في التاملين او معدل الضريبة وبالتالي نقدر نحسب الضريبة جميلة. يبقى احنا كده مما سبق يمكن استنتاج ان طريقة سيف لم تزر اي مصروفات مستقلة بينما ادريجة مصروفات تحميل سفينة بالبضاعة واجرة الشحن البحري او النولون ومصروفات التأمين البحري ضد الحريق والسركة والتلف آآ ظهرت ضمن الجزء الاول بفطورة المورد او المصدر. ناخد بقى تمرين قامت شركة الحياة باستيراد آآ 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 تلات تلاف وحدة من السلعة لهم بسعر اربعة تلاف دولار للوحدة بشروط التسليم سيف او سي اي اف وقد بلعت المصروفات المختلفة كما يلي مصاريف تفريغ البضاعة ببناء الوصول لمصر سبعة تلاف جنيه مصري المطوب حساب الضريبة الجمهورية المستحقة اذا علمت ان معدل الضريبة الجمهورية خمسة وعشرين في المية وسعر التحويل للدولار عشرين جنيه زي ما قلت لحضرتك وعملها بقرر كذا مرة ان لو في حاجة بالجنيه المصري بتفقى زي ما هي لو حاجة بالدولار بنحاولها تحويل الدولار اللي هو في المسال بتاعنا ده عشرين جنيه. شان كده ممكن نحل التمرين زي ده ازاي? آآ بنشوف تكلفة البضاعة آآ بتاعتنا بنضيف لها مصاريف التغليف والمشيل والنقل من المصنع وان التلات انواع من المصاريف اي وبي وسيء اللي هي مصروفات تحميل السفينة بالبضاعة اجرس الشحن البحري او النولون ومصروفات التأمين البحري ده كلهم تفاصيلهم عبارة عن تلات تلاف فاربع تلاف في عشرين سعر التحويل للدولار آآ وطلعت معنا القيمة اربعة وعشرون مليون في الجزء التاني مصروفات اخرى مستقلة ما فيش اي حاجة لان سحبنا كل المصروفات اللي فيها وطلعناها على الجزء الاولاني جزء التالت ثابت فكل طرق آآ تسليم البضاعة وهو يتمثل في مصاريف تفريغ البضاعة بالنقل الوصول لمصر سبع تلاف جنيه مصري حطناها زي ما هي ما ضربناش في اي ارقام ولا حولنها علشان ده بالمصري آآ طيب جمعنا بقى كل المصاريف عشان نوصل لاجمالي كمت الصفقة اللي هو ضريبة جمركية اي ان كانت تلقيمة طلع معاك بالالة الحسبة بنضربها في سعر الضريبة اللي هو خمسة وعشرين في المية في التمرين بتاعنا عشان الديني الضريبة الجمركية المستحق شكرا لحسن استماعكم وبالتوفيق ان شاء الله